مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر إلا أنا مخذوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر إلا واحد إيماني واحد وملوه جهاني حبني ومت علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرضوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر النعمة والسلام تحية المسيح تحية المسيح بالمحبة والسلام للجميع برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر موضوعنا النهاردة تحت عنوان الأدلة والبراهين على قيامة يسوع المسيح أنا بشكر رب جدا لأجل كل اللي يتواصلوا معنا ولأجل كل المتابعين ولأجل كل اللي حابين أن الموضوع يستكمل وينكمله وده معناه أنه عندنا ثقة كبيرة جدا ويقين من جهة كلمتنا ومن جهة أنه لدينا الحق الكامل المعلن في كلمة الله نعم الكتاب المقدس هو كلام الله نعم الكتاب المقدس هو أنفاس الله نعم الكتاب المقدس كتبه أناص الله القدسون مصوقين بالروح القدس في دخلنا يقين كامل من جهة صدق الله وصدق كلماته في هذا الكتاب قيامة المسيح حقيقة لأن المسيح عندما يوعد يفي هو قال فكان أمر فصار فقام كما قال حقا قام خلونا نبدأ حلقتنا ونصلي نرفع قلوبنا نطلب وجه الرب على موضوعنا النهاردة ونصلي لأجل حماية خاصة لبلدنا ونصلي لأجل رسالة القناة أن الرب يستثمرها وتكون باستمرار ودوما لمجد اسم الرب يا رب رفعين قلوبنا إليك واثقين في محبتك واثقين في نعمتك واثقين في عملك من نحونا واثقين يا رب في خطتك الصالحة من جهة أولادك شكرا لك لأجل الإرسالية ورسالة اللي وضعتها على عطقنا يا رب وشكرا لأجل المأمورية العظمى اللي حملتنا إياها أن نبشر بخلاصك لكل العالم كل يوم يا ربي برها أكتر أن الاحتياج الحقيق للعالم هو إلى يسوع المسيح الاحتياج الحقيق للإنسان وراحة الإنسان وأمان الإنسان ورجاء الإنسان هو في يسوع المسيح أن لا يوجد بديل على الأرض يمكن للإنسان أن يجد فيه راحته أو يجد فيه ملاذه أو يجد فيه ملجأه أو يجد فيه أمانه أو سلامه إلا شخص المسيح وحده فباطل هو ويتعب الكثيرون الذين أسرع وراء آخر وباطل هو من يسير وراء أوهام أو خيالات أو مجرد أفقار ليس لها دليل لكن مغبوط هو من وجد يسوع المسيح واتخذ لنفسه نصيبا صالحا شكرا جدا يا رب يا رب في كل لحظة من لحظات حياتنا أعطينا باستمرار ودوما أن نعلن مجدك أن نشهد عن محبتك أن نعلن ونذيع خلاصك لكل العالم ولكل إنسان يا رب يبحث عن الحق محبتك هي للجميع وخلاصك هو للكل وأنت تريد أن الجميع يخلصون ليس ما شئتك أن يهلك أحد لكن ما شئتك دوما وباستمرار خلاص الإنسان فساعدنا نكون على قدر المسئولية يا رب نعي الواجب والمسئولية الموضوع علينا نقدمها بكل أمانة ليس يا رب هدفنا إظهار نفسنا أو عمل شوء الناس تتفرج علينا أو مجرد يا رب تعود تعودنا عليه لكن هدفنا في كل الوقت اللي أنت بتعطيه لنا أن نذيع الأخبار الصارة وفي كل الوقت اللي بتعطيه لنا يا رب أن نستخدم آلات معينة وقنوات معينة يذاع من خلالها اسمك يا رب أعطينا أن نكون أمناء يا رب أعطينا أن نكون بكل الجهد بكل الطاقة بكل القوة بكل إمكانياتنا يا رب نقدم رسالة المسيح بكل الحب بكل الإحترام يا رب أشكرك يا رب ساعدنا النهاردة أن يكون موضوعنا بيتلامس معه كل شخص بيشاهدنا يجد فيه جواب لأسئلة موجودة جوا يا رب يا رب مهما نقدم المعلومات بدون عمل الروح القدس فلا شيء مجرد يا رب أفقار بتتقدم زي ملايين الأفقار اللي موجودة على الأرض لكن احتياجنا النهاردة رب أن الروح القدس هو ليلمس النفوس بطرس قال يا رب كانت عبراته قليلة جدا لكن الروح هو اللي نخس القلوب هو اللي لمس النفوس عشان كده ثلاث ألاف شخص يتجوب مع كلمات قليلة طلع بصدق طلع بأمانة طلع بقوة طلع بمحبة طلع بإخلاص طلع باختبار تلامس معها هذه الألاف يا رب يا رب من فضلك مجد اسمك في وقتنا وفي كل كلمة تخرج يا رب مجد اسمك في كل شخص بيشاهدنا مجد اسمك في فريق العمل في رسالة القناة في الاحتياجات في الارسالية والرسالة الموضوع عليها في الاحتياجات يا رب المطلوب تزددها مجد اسمك في كل برنامج وكل فقرة وكل تعليق وكل فكرة وكل صلاة وكل مكان وكل شخص يعمل في هذه المنارة وفي حق للرب أي أن كان موجود يا رب في اسم الرب يسوع آمين الحقيقة عندي تعليقين التعليق الأول أحد الأشخاص بعتلي أنه كان في موضوع في المينيا كنيسة في أحد كرة المينيا كنيسة العذراء السيدة العذراء مريم بعذبة نجيب مركز مطاي محافظة المينيا بعد تجمهر السلافيين كالعادة ومعرفش محافظة المينيا أنا لسه مستغرب أنه سمينا لسه المينيا وسمينا لسه محافظة تابعة لجمهورية مصر العربية معرفش ليه ما غيروش اسمها وحولوا اسمها إلى محافظة الدواعش الدواعش السلافيين في مينيا تجمهروا لأنه شعروا بالخطر أنه في صلاة وقداس بيقام من مبنى مكتوب عليه أنه كنيسة السيدة العذراء راحوا للأمن المتواطئين واللي باستمرار بيسمعوا لكلام المتجمهرين تحت عنوان كبير لكي لا تكون فتنة تحت عنوان كبير لما تتقنن الأوراق ويقنن أوضعها وحينما يسرع لما تقنن أوضعها ويصدروا تسريح أغلاقوا الكنيسة وكأن صلاة المسحين فقط مطلوب لها إذن صلاة المسحين فقط مطلوب لها تسريح مبنى كنيسة المسحين فقط مطلوب لها إذن مطلوب لها تسريح مطلوب نستأذن أولا السلافيين مطلوب نستأذن أولا المتدينين المسلمين مطلوب الاستاذ اولا كل مسلم يا ابن الحلال انت موافق كنيسة تتقام هنا ولا لا موافق الجماعة دول يصلوا لإلههم ولا لا احنا بقينا في مجتمع العجايب وبقينا في زمن العجايب والحقيقة ان مصر تشهد اذهق عصرها مش في التقدم والحرية في النكسة اللي بتاخدنا الورى انه اصبحنا في القرن الواحد والعشرين المسيحي ينتظر تصريح ليصلي المسيحي ينتظر تصريح ليبني مبنى يصلي فيها لإلهه يا اخي ان شاء الله يعبد حجر جوا انت ايه اللي تعبد اللي مزعلك يعبد حجر يعبد ايا كان عبدته اللي مزعلك ليه المسلم دايما في حالة صراع مستمر مع الآخرين ليه المسلم دايما نصب نفسه انه وكيل الله على الارض او المتحدث باسم اله على الارض وكأن الله صامت اخرس لا يستطيع ان يتكلم لا يستطيع ان يدافع عن نفسه لا يستطيع ان يعبر عن افكاره فمنتظر المسلم يلغي دوره وياخد هو مكانة الاله اللي بيتعبد لي ما ذرنا في مصرح كبير ومهرجان المينيا وهرج ومرج داخل المينيا تحت مسمى كنيسة فتحة بتون تصريح مسيحيين يصلون العيد بدون تصريح مسيحيين يصلون في بيت بتون تصريح حاجة غريبة مع انه بيطلعوا للمجتمعات الدول الكافرة وبيعملوا اللي هم عايزينهم بيقفلوا الشوارع ويصلوا محدش بيقولهم انتم بتعملوا ايه هو ده المسلم هو ده الاسلام وده النظام اللي موجود في مصر منصلي لاجل عزبة نجيب والاجل المسيحين الموجودين في داخل العزبة او القرية الصغيرة منصلي ان رب يتمجد وتتقنن اوضاع الكنيسة بسرعة ويقدروا يفتحوا الكنيسة ويمرسوا عبدتهم الحاجة تانية اللي عايزة علق عليها ايضا ابو بكر البغدادي خليفة المسلمين امام المسلمين الخليفة اللي عين نفسه وجعل من نفسه انه الخليفة السادس واقام الخلافة الاسلامية بعد غياب طويل طلع علينا فيديو عنوان الفيديو عايز يقول انا موجود وعنوان الفيديو عايز يقول ان داعش ما زالت موجودة وانها الممثل الاساسي والوحيد والمتحدث الوحيد باسم الاسلام وانه هو خليفة للمسلمين عمتا الحقيقة انا عايزة اواجه رسالة لابو بكر البغدادي وعلى غير المتوقع من البعض اللي ممكن ينتوقع ان انا اقول كلمات او عبرات معينة لا انا عايزة اقول لابو بكر البغدادي انا بشكرك جدا لانك انت في الوقت الاخرين المسلمين اللي بيحاولوا يجملوا الاسلام صدعونا بعبارات ان الاسلام دين تسامح وتعايش وانا الاسلام بعيد عن الارهاب وانا الاسلام لا يمكن ان تنتسب اليه تهمة الارهاب انت اظهرت الوجه الحقيقي للاسلام عشانا انا بشكرك لان المخدعتناها ازاي اللي بيغدعونا او يحاولوا يغدعونا في تصوير وصناعة اسلام مش حقيقي يصدروا للعالم لكن انت رجعت بينا لالف واربعمائة سنة واظهرت لنا اسلام محمد واسلام ابو بكر الصدي واسلام عمر بن الخطاب واسلام عثمان بن عفان واسلام علي بن ابي طالب واسلام الامويين واسلام العباسيين هو ده الاسلام الحقيقي عشان كده انا بشكرك بشكرك لانك انت الوجه الحقيقي للاسلام بشكرك لانك انت الذي اظهرت الاسلام بشكل واضح انت خدمت البشرية خدمت البشرية بعد ان كانت على وشك الخداع من اقوال المسلمين الاخرين بسبب اقوال المسلمين الاخرين اللي بيجملوا الاسلام لكن انا بشكرك لأنك ظهرت في الوقت المناسب وأظهرت الإسلام أظهرته بالشكل اللي فعلا هو ده الإسلام أظهرته بقطع رقاب أظهرته بحرك الناس أحياء أظهرته بسبي البنات واختصابهن أظهرته بسوء النخاس اللي أنت فتحته وبيعت فيه البنات والأطفال أنت أظهرت الإسلام أنت وكأنك كاميرا أو آلة الزمن اللي رجعنا من خلالك إلى العصر المحمدي ورأينا فيه الإسلام جيدا دي الفكرة الأولى اللي عايز أوصلها ليك أبو بكر البغداء الفكرة الثانية إحنا ما بنخافش طول أنك أنت في حارب مع صلبيين ومسيح العالم وأكبات العالم إحنا ما بنخافش إحنا عارفين إحنا رايحين فين الباقي على الملسم نفسه ومغطي نفسه وقاعد مستخبي في حفرة لو أنت عندك إيمان حقيقي لو أنت عندك يقين تجاه عقدتك كنت تطلع من الحفرة اللي أنت مستخبي فيها وتواجه بصدر مفتوح وتقول للناس أنا مسلم أنا بتباهب أعمالك لكن لو أنك أنت الجبن مليك والخوف مليك مستخبي في حفرة وملسم أتباعك بيعملوا عملياتهم هم ملثمين بيعملوا عملياتهم هم مختبئين خلف حجاب معين راجل يلبس زي أمرأة ويروح يعمل عملية ويفجر نفسه ده أفعال الصبية ده أفعال الجبناء ده أفعال النصوص ده أفعال قطاع الطرق ده أفعال الصعليك أو باكر البغدادي أنت تنتمي إلى فئة الصعليك لأنك تتبع أفقار الصعليك أنت ممثل حقيقي لنبيك فأنت أظهرت الوجه الحقيقي لنبي الإسلام كان نبي الإسلام لم يخدمنا الزمن وكان في زمانه كاميرات وفضائيات ووكلات أنباء وأعلام يظهروا لنا جراء محمد فأنت قمت بهذا الدور على خير وجه وعلى أكمل وجه أنت الممثل الحقيقي للإسلام نعم أنا أتفق معك أنك أنت الممثل الوحيد للإسلام نعم أنا أتفق معك أن داعش هي الممثل الوحيد للإسلام نعم أنا أتفق معك هكذا هي الخلافة نعم أتفق معك لكل من يحلمون بتطبيق الشريعة الإسلامية وكل من يحلمون إلى العودة إلى ذمن السلف العودة إلى ذمن الخلافة نعم هذا هو الإسلام وهذه هي الخلافة وهذه هي الشريعة الإسلامية او بكر البغدادي مرة تانية انا بشكرك لطلتك والطلوعك والاعمالك لانك انت قدمت خدمة للعالم ايه الخدمة اللي قدمتها للعالم رغم الجرائم اللي صدرت منك وصدرت من تنظيمك انك اظهرت الوجه الحقيقي للإسلام وانك اخرصت كل الالسنة اللي كانت مصدعانة في كل مكان وبيقولوا ان الاسلام دين سماوي وان الاسلام دين تسامح وان الاسلام دين تعايش مع الاخر وان الاسلام يقبل الاخر ويحترم الاديان الاخرى لا ليس هذا هو الاسلام لكنه فكرة مأخوذة من الغرب صنعوا بها اسلام جديد لكن انت اظهرت الاسلام الحقيقي نحن لا نخافك نحن لا نرتعب من اصواتك انت الجبان انت الخائف انت المرتعش انت المختبئ في مغارات وفي حفر الارض ونحن نقدم رسالتنا بكل جرأة بكل قوة لاننا نعلم بمن امننا مرة تانية احباءنا المشاهدين بنرجع نتابع موضوعنا موضوعنا الادلة والبرهين على حقيقة قيامة يسوع المسيح الفكرة الاولى اللي هبدأ بيها بنعمة ربنا موضوعنا النهاردة عندي رسالة للمتشككين واللي بيقولوا انه كلامكم مجرد كلام في الهراء وكلام في الهوى مفيش اي دليل بتقدموا ولا اي حاجة الرسالة دي يعني لو اطلب من المخرج الامين ربنا يبركك من يزعم انه يشك في مجموعة معينة من العقائد هو في الواقع مؤمن حقيقي بمجموعة اخرى من المعتقدات التي يراها هو متفقة مع قناعاته فليب جونسون اللي بيرفض ويقول ان احنا وبيقول علينا قطيع ماشيين وراء خرافات وماشيين وراء وهم وماشيين وراء اشخاص غشونا وخدعونا وشايف نفسه انه هو مثقف وشايف نفسه انه عنده اعمال العقل الى درجة انه وصل العقل او قله العقل بتاعه وصار العقل بالنسبة لي هو الاله بتاعه هو في نفس الوقت من يقول لست مؤمنا بشيء وانا مش مؤمن ولا يمكن اصب بهذه العبارات او العبارة الساذجة التي يصب بها القطيع هو في نفس الوقت هو مؤمن حقيقي لمجموعة اخرى من المعتقدات التي يراها هو متفقة مع قناعاته الحاجة التانية في كل الحالات تقريبا في كل الحالات تقريبا يكون البشر معتقداتهم لا على اساس البرهان بل على اساس جاذبية المعتقد لهم بس قال في كل الحالات تقريبا يكون البشر معتقداتهم لا على اساس البرهان الناس اللي عملت قلنا هاتوا برهانة على كذا هاتوا برهانة علىك سيد داني انت مش محتاج برهان ولو وضعت امامك كل البراهين انت مش محتاج برهان ليه؟ لانك انت كونت معتقدك وفكرك لا على اساس البرهان بل على اساس جاذبية المعتقد او الفكر اللي انت مجدود لين فكرة التالتة اللي بيتبعها الكثير من المتشككون والمسلمين والاتنين تشابه معوا حريقة انا مرة كنت بقرأ اية في سفر المزامير مزمور اتنين لما يقول لما يقول في مزمور اتنين قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحي قائلين لنقطع قيودهما ونطرح عنا ربطهما حقيقة لما كنت بقى في قدام الاية دي يقولي ازاي لكن في الوقت الحالي ايقنت من الكلام ده وتأكد من صدق الكلام ده كله متشابك مع بعض كله داخل مع بعض كله متشابك نفس المنهج ونفس الطريقة ونفس الفكر اللي بيتموع المتشككين على اليوتيوب منهج طرح الاسئلة الكتيرة يطلع لك يعمل فيديو نصف ساعة ولا ساعة يطرح فيه الف سؤال ويخلق ألف شبه حوالين آلاف الآيات سواء مستخدم مقال أو حلقة لا تتجاوز مدتها الدقائق القليلة ويريد منك أن تجيب على كل هذا الكم من الأسئلة اللي طرحها وهذا الكم من الآيات لاستخدمها مستخدم نفس الوقت ونفس الطريقة الحقيقة هو مش عايزفها الحقيقة أن دي الأكبر مغلطة بأدموع فالهدف منها هو محاولة تعجيزك عشان يشعر هو بنشوة انتصار ذائف وليس بحث عن الحقيقة دي الفكرة الأولى اللي أنا كنت حابب أبدأ بيه النهاردة وبوجه بيه رسالة لكل شخص بيحاول يقول لي قدمنا الدليل قدمنا الدليل أنا طرحت عدة أسئلة تخص إسراء محمد وتخص المهدي المنتظر لدى فكر وإيمان الشيعة حقيقة أنا تبعت كل التعليقات اللي تكتبت على المقاطع اللي جزائت من الحالة ونزلت على الفيز وقت لم أجد شخص مسلم واحد جاوب على أسئلتي لكن كل الإجابة فإحنا يكفينا القرآن أو قدم لنا أنت دليل على صلب المسيح مع أننا قدمنا الأدلة أو الشتيمة أو أنك ما بتعرفش أو أو سابوا الأسئلة وسابوا الأفقار اللي أنا طرحتها وسابوا كل حاجة ومشوا في اتجاه تاني حقيقة أنا بعذرهم لأنني ما عندهمش الدليل ما عندهمش أي جواب ما عندهمش أي جواب هم ملتزمين بعنعنا ورثوها من آبائهم قرأوها في كتبهم ملتزمين بيها شايفين فيها أنه الحق المطلق أنه الحق الكامل مؤمنين فيها ومسدقين فيها لكن أنا تبعت كل التعليقات اللي كتبت لم أجد شخص واحد جاوب على أي سؤال من أسئلتي طيب معنا تليفون بيتر مصر أهلا بيك أخي بيتر أهلا بيك سلام المسيح سلام المسيح ما أحكى أنا بعيد جدا لأنني أنا أسمع صوتك بعد فترة طويلة جدا ما أسمعش فيها صوتك شكراك أنا معاك يا فبيتر في صوت المائدة المخترض أنه في حديث ما بين ربنا والمسيح يقول له يا عيسى مريم إني متوفيك على الأرض ورفعك إلي فلو إني متوفيك على الأرض الوفيك على الأرض هي ما فيش كلمة على الأرض في النص إني متوفيك ورفعك إلي ما فيش كلمة على الأرض عشان ما فيش واحد مسلم يدخل يقول أنتوا بتألفوا في القرآن إني متوفيك ورفعك إلي إني متوفيك ورفعك معروف إن الوفيكات هو بعبارة عن نوت على الأرض كفش موت وأمره كفش وده اللي تنم مع المسيح موت وأمره كفش وبعد كده قام وارتفع بالضبط انا فاهم فكرتك اخي بيتر اتفضل لو عندك اضافة لا مفيش اي اضافة ربنا يباركك انا فاهم فكرتك وشكرا جدا لان فكرتك واضحة بس للي بياخد باله واللي بيقرأ بدون البرمجة لان فيه ناس اتعودت تقرأ القرآن مجرد تهز رصها ومجرد ان هي تقولك انا عندي اجادة قراءة القرآن بدون اي فهم اقرأ وخلاص اقرأ وخلاص اخي بيتر انت بقى لك كم سنة مؤمن بالمسيح دوقتي حوالي ست سنين ربنا يباركك حاسس بايه دلوقتي بعد ست سنين في علاقتك مع الرب بيتر القديم انا ما اعرفش اسمك كان ايه فلان القديم كان ايه فلان الجديد ايه في جملة واحدة طبعا بغيرت كل كل حيب غيرت هل الكنيسة طبعا احنا متهمين كعبرين ان احنا بناخد اموال وبيجوزونا وبيعملو وبيصوونا هل انت كسبت مكاسب من وراء ايمانك خالر انا ممكن اقول دفع مش متشف مش متشف صحيح وده كل عابر دفع مش خد انا مشكرك جدا جدا اخ بيتر ربنا يبركك شكرا على اتصالك معنا تليفون تاني اخونا ايها بن من السوطة تفضل اخيهاب سلام مسيح سلام يا خاند خدنا وستاتك طيب وكل سنة وقناة القرمة طيبين وكل المساعدين طيبين واسمح لي قبل ما ابدأ ودفعتي يعني اناشد الجميع انهم يعبدوا وقاة القرمة وعبدوا برامج اللي جاي برابج حضرتك وربنا يسليكم وكونوا طيبين كنت طيب يا حبيب ربنا يبرك شكرا لك اتفضل الحاجة التانية اسمح لي عندي يعني نقطقين اتكلم فيهم في وقال عشان وقت البرنامج اولا انا بس بختلف معاك في حكاية ان الشرطة بتعمل خاطر للمتشددين والثلافيين وهي اللي بتمشي وراءهم ممكن انت عارف كويس بس واحكمان انت خانك اللفظ هؤلاء المتشددين اولا لما بش متشددين هم المتطرسين وهم الضراع الارهابي للقبل والشرطة وهم بيعملوش حاجة إذا كانت الشرطة قدرهم بكده والدليل ان الشرطة مكتوبش على اي حاج بصيره مأخرا دروق علم ان فيه قانون تظاهر وان المفروض يستجمرون وان المفروض يستجمرون ومتظاهرون يستعدوا ويستجموا جميعا لكن الجميع بيحصلش في كل التجامورات والتظاهرات ويستحصل وده بالكنائز لأنه هو مش مخور يفقدم كشخص او كموافظ وكمتطرس انه هو يتظاهر عشي سيك ميش بترخيف او بترخيف بان الدور ولكن ده بالتحريض واضح وبباركة واضحة من الام بحاجة الحاجة التانية وانتعرف طبعا ان فيه الستاخنية قصة لمقفحة التبشير واضحة ادوات مقفحة التبشير هي غلط التناية ومنع بناءها ده مجد انتعي اطفق اطفق وحقوق اطلاقا وطبادس الرئيس الشيس انت دايما بيقول احنا مصريين ومتكوين دينا كل الحقوق وعلينا كل هو الجبلت فلابد من اغلقها سجل القصمة ولابد من اغلقها على كلها وانتعي 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 لمنع بناء الترعيس الحاجة التانية واضحة اوضحة اوضحة احنا اكتر الدول تطيب عم فيها لاحظة ما فيهاش هنت الكم اللي اقول حوالي ما يقرب من 5500 مورطة عيب عليك وعيب عليك كمصريين وكمنصرة وكل نظوم مصري وكحكومة مصرية اللي يقول انتجا ما يقرب من 5500 مورطة لمجتوى الجنوارية امين انا احنا مفتدش في اي دولة وفي اكتر احنا مفتد عدم احنا مفتدش عدد في افضانستين ولا باكتال ولا السوار ولا حتى اي دولة متطرفة لكن دائم دا اللي بيضل على ان مصر هي اكتر الدول المطارقة للمسيحيين واكتر الدول المطارقة للعطليات واكتر الدول العنطورية المتطرفة المتطرف بذلك وقت الاحغار اللي عم من غرافة تجديد الخطاب الديني وغرافة تجديد الملانك ومش بس كده ده كمان شيخ رضا يطلع في تحدي صارف لضريف الدولية امين صحيح 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 ومش بس كده وطبع المحفظات النظيمة كده تحضم بكبود واتعلم من المسيحيين كمواطنين وصريح دول مغيد من قناعي الفيديو الأخير وعندره أحب اللي حضرتك عليها أن الحقوق السياسية لم تمنح دولت تقتصب وتنتدع لكن للأسل بجد كثير من العالميين وكثير من قناعاتنا المسيحيين اللي عمدك يتقابل شوية ويرقعهم للمسؤولين ويتخللهم للمسؤولين عشان يمتعوا لكلامس ودلي هيفصل وعاد المسيحيين وقناعات المسيحية ونعلمين المسيحيين نصدق المسيح وإن يتذلل وإن أمين ربنا يبركك أخيهاب شكرا لك عارف أنه عندك الكتير توقفنا في الحلقة الماضية عند بعض الأسماء والمؤرخين المشهورين والمعروفين اللي أثبته في كتاباتهم عن وجود شخصية في التاريخ اسمه شخصية اسمها يسوع المسيح عن أنه صلب فعليا في عهد بيلات السلبونتي عن أنه تلاميذه عندهم استعداد بيضحه من أجله وعن مناداتهم بقيامة يسوع المسيح الغريب أن أنا أجد شخص يقول أنت حلقة ومقدمتش أي دليل من التاريخ على قيامة يسوع المسيح لما يكتب المؤرخين دول عن قيامة يسوع المسيح أو عن أن تلاميذ يسوع المسيح نادوا بقيامته وضحوا من أجل هذا الإيمان يبقى دامش دليل يبقى دامش دليل هو في أي كتاب عنده هذا الكم من المخطوطات في أي كتاب أو شخص كتب عنه من المؤرخين بهذا الكم في سنين قليلة وبعد السنوات قليلة من حياته وجوده على الأرض في زمن معاصر لأتباعه مثل ما قتب على المسيح لا يوجد لا يوجد قدمنا المرة اللي فاتت أعظم مؤرخي الدولة الرومانية تاسيتوس اللي كان من سنة 56 ل 117 واللي معروف عنه بالدقة والنذاهة واللي لقب بمؤرخ روما العظيم واللي كتب كتاب اسم الحوليات وكان في الفصول بتاعته من 38 ل 54 اتكلم فيه عن حريق روما في عهد نيرون سنة 64 ميلادية وكيف اتهم الامبراطور نيرون المسيحين وجعل منهم كبش فداء وقلنا أن الشهادة بتاعت السيتوس اطلقصت فيه واحد أن اسم المسيحين يرجع إلى اسم القائد بتاعهم كريستوس أو يسوع أو المسيح وده حدث حقيقي تاريخي لأن المسيح المسيحين نودية أو دعي عليهم أنهم مسيحين أولا في أنطقيا وده موجود في أعمال الرسل صاحة 11 عدد 26 قلنا أنه كتب تاستوس عن كريستوس أو المسيح أنه صلب بأقصى عقوبة في عهد بيلاتس البنطي الوالي الروماني في عهد تيباريوس امبراطور روما قلنا تاستوس كتب بتفصيل عن الأحداث التي تمت في روما وحريق روما واتهام نيرون لأتباع كريستوس أو المسيحين واستند تاستوس على سجلات وعلى حاجات كتيرة كانت موجودة في روما الشخصية الثانية التي ذكرتها سويتونيس غايوس سويتونيوس وهو مولود من سنة 69 إلى 140 رئيس كتاب الامبراطور هادريان وده الامبراطور هادريان كان من 117 إلى 138 وكتب كتاب اسمه الاباطرة الاثنى عشر لرومة وتيحت له وظيفته الاطلاع على سجلات الدولة الرسمية كلم عن اليهود اللي طردوا في عهد كلوديوس الامبراطور الروماني وده ايضا تم ذكره في اعمال الرسول صح 18 بروست وده لهوتي مسيح ومؤلف كبير قال ان الاشارة اللي اشار اليها هذا الكاتب سويتونيوس اتكلم اشارة صحيحة لانه كتلم عن غضب رومة تجاه الاثارة اللي صنع اليهود تجاه المسحين اللي بينادوا بقيامة يسوع المسيح شخصية الثالثة اللي ذكرناها لوسيان سماسوتي لوسيان هو احد مؤرخ اليونان مؤرخ في قرن الثاني الميلادي هو ناقد ساخر على المسحين كتب في كتابه بورجر نيوز ان المسحين كما نعلم يعبدون الى هذا اليوم رجلا ذا شخصية متميزة وقد استحدث التقوص الجديدة التي يمارسون والتي كانت عليه والتي كانت علة صلبه بيقول لوسيان ان علة صلب المسيح ان استحدث تقوص جديدة وبيكلم عن انهم عندهم احتقار للموت مش بيخافوا من الموت وبيبذلوا زواتهم طواعية من اجل هذا وبيكلم انهم تركوا الهة اليونانين وبيعبدون الحكيم المصلوب ويعيشون طبقا لشرائعهم شخصية الرابعة اللي كلمنا عنها بليني الصغير وده كان معاصر للمؤرخ تاسيتوس وده كان عضو ايضا في البرلمان الروماني واحد من اشهر المحامين في روما وقضى حياته وفي نفس الوقت عينه كقاضي وعينه ايضا كحاكم لولاية اسمه بيثينية في اسية الصغرى وكتب عشرات المجلدات تضمنت رسائل الى القيصر تراجان وكتب للامبراطور تراجان اللي حكم روما من سنة 98 ل117 بياخد فيه نصيحة ازا يتعامل مع المسيحيين هل فيه فروق في العقومة ما بين الصغار السن لقبار السن وبيكلم انهم بيكتمعوا قبل بزوغي النهار في بداية الصبح بدري يرنمون ترنمات للمسيح على انه الله يتعهدون عهد الشرف الا يرتكبون شرا او كذبا او سرقا او زنا لا يشهدوا بالذور ولا ينكروا الايمان وكتب في تقريره ان التهم انه بيسأل المتهم تلات مرات المتهم بيقصد المسيح يعني بيسأله تلات مرات اذا كان مصر انه هيذال على مسيحيته او ينكر والغريب حسب كلمات بليني ان الشخص بيفضل على اصراره وعلى ولائه وعلى انتماؤه وعلى ايمانه بالمسيح رغم معرفته السابقة بالعقوبة المنتظرة ورغم معرفته السابقة بالتعذيب والالام اللي منتظره اللي منتظره لكن بيسر وبعد الاصرار على انه ما زال مسيح ومتمسك بايمانه ومسيحيته بتصدر الاوامر لقتله الشخصية الخامسة اللي كلمنا عليها المرة الفاتت ثالوس وده مؤرخ روماني عظيم كتب كتاب اسمه امم شرق البحر المتوسط كلم فيه عن حرب ترواضة حتى تاريخ كتابته يعني وكلم عن افريكانوس الافريقي احد المؤرخين او اتكلم عن اعمال كتيرة اعمالها المسيح لكن جي افريكانو الافريقي احد المؤرخين اللي عاشوا سنة مئتين وعشرين واستشهد بكتابات ثالوس بشأن الظلمة اللي حدثت اثناء صلب المسيح اكلمنا ايضا عن ديونيسيس الاريوباغي ديونيسيس الاريوباغي ده شخص اتذكر في اعمال الرسل صاح سبعتاشر أربعة وثلاثين والشخص ده اصلا كان وسني وهو مصري وكان بيدرس مصري طبعا يحمل الثقافة اليونانية وكان بيدرس في جامعة عين شمس ده احد الجامعات اليونانية القديمة في مصر شخص ده كان بيدرس علوم الفلك والهندسة والقانون والطب وده كان المنهج المتبع لأي شخص بيدرس انه عشان يبقى قاضي شخص ده درس حادثة كسوف الشمس واقتصال بالمسيح وطرح عدة اسئلة هو نفس الشخص ده قال كده اما ان يكون العالم اوشك على النهاية وده الكسوف ده احد دلالاته او ان يكون كل قواعد علم الفلك خطأة من اساسها او ان يكون هناك اله متألم فضرة الفكرة دي موجودة في ذاكرة ديونيسيس الى ان تقابل مع بوليس في اريوس باغوس في اثينا وبوليس بشره وقبل رسالة المسيح الاستدلال التامن او السابع اللي سدلين علي المرة اللي فاتت رسالة مارا ابن سربيون مارا ابن سربيون هو فيلسوف رواقي سورياني مولود في عائلة وسانية في سوريا الرومانية تم اسره واثناء اسره كتب رسالة توعية لابنه في رسالة التوعية الرسالة دي على فكرة موجودة في المتحف البريطاني وبيرجع المؤرخين قالوا ان الرسالة دي بترجع تاريخها لسنة تلاتة وسبعين او ما قبل سنة تلاتة وسبعين ميلادية ليه لان الشخصية دي كلم عن فيساغورس كلم عن فلاتون كلم عن سكراتس كلم عن الملك الحكيم بتاع اليهود لكن لم يأتي اي ذكر في الرسالة دي مع ان الرسالة طويلة انا شفتها او شفت كل مضمون الرسالة وشفت شكل المخطوط اللي موجود عليها الرسالة دي رسالة طويلة وقال المؤرخين بيقولوا لي ان هي غالبا قتبت قبل سنة تلاتة وسبعين او قبل سنة سبعين لانه لم يارد اي اشارة عن هجوم تيتوس على ارشاليم او عن خراب الهيكل او عن اي حدث حدث ما بعد سنة سبعين عشان كده كل المؤرخين بيقولوا ان الرسالة دي كتبت قبل سنة تلاتة وسبعين الرجل ده بيقول لابنه انه يخلي باله وينتبه ويكون عنده حذر وبيدينه طوعية انما اضطهدوا الحكماء اصابهم سوء الحظ وبدأ يربط شوية احداث حصلت في العالم مع ناس اضطهدوا الحكماء او العظماء بتاعتهم بدأ يربط ما بين اللي حصل مع سكرات وما بين اللي حصل مع فيساغورس والمسيح اي اتفائدة جناها الاثينيون من قتل سكرات لقد اصابهم الجوع والوباء عقابا على جريمتهم اي فائدة جناها اهل الساموس من احراق فيساغورس لقد تغطت بلادهم بالرمال فجأة اي فائدة جناها اليهود من قتل ملكهم الحكيم لقد زالت مملكتهم وده هنا الواضح ان الرجل ده لما كان بيكتب كان بيكتب وقت التفاضة اليهودية اللي حدست ما بين سنة ستة وستين وسبعة وستين ميلادية وثمانية وستين لحد ما اخمدت تماما على يد طيتوس سنة سبعين وتم هدم الهيكل اليهودي فالواضح ان الرجل ده كان بيكلم في الوقت ده فبيكلم ان اليهود بسبب الامر ده تعرضوا للإبادة وتعرضوا للقتل وتعرضوا للشتات الحاجة التسعة اللي كلمت عليها المرة الفاتت اللي هو التلمود اليهودي والتلمود اليهودي ده في قسم جواه اسمه سنهدرين في صفحة تلاتة واربعين بيقول الكلمات دي ده التلمود اليهودي والتلمود اليهودي ده معظم أو كل الألماء أقروا أنه مكتوب في القرن الثاني الميلادي جاء داخل قسم السنهدرين صفحة 43 قبل تنفيذ الحكم في يسوع ولمدة أربعين يوم خرج ينادي أن يسوع سيقتل لأنه مارس السحر وأغرى إسرائيل أو أغوى إسرائيل على اتباعه فعلى من يشاء هو بينادي بقى فعلى من يشاء الدفاع عنه لمصلحته أو الاستعطاف من أجله بقول اللي عايز يدفع عنه أو يستعطف الحكام من أجله أن يتقدم ولم يتقدم أحد من أجله إلى مساء ليلة الفصر وهل يجرؤ أحد الدفاع عنه؟ ده التلمود اللي بيطرح السؤال ده ألم يكن مفسدا؟ وقد قيل في الأنبياء أن شخص مثل هذا لا تسمع له ولا تشفق عينيك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله ومستشهدين بتسنية 13 آية 8 وآية 9 طيب التلمود ده اللي فيه إقرار واعتراف من الأمة اليهودية أنهما صلبوا واحد أي أن كان بقى أم شخصينه مفسد شخصينه أغوى إسرائيل أفسد الأمة الإسرائيلية أي أن كان حكمهم أنا ما يهمنيش التلمود قال إيه عن المسيح؟ أنا يهمني أن التلمود بيقر وبيعترف أنه صلبوا المسيح بعد منادى لمدة 43 و40 يوم بينادوا بيقولوا في حد عايز يدفع عن الرجل ده في حد عايز يستعطف المجلس السنهدرين عن الرجل ده وبيقول لم يتجرأ أحد وبيقول أنه في ليلة الفصح الشخص ده اتصلب طيب التلمود بيعترف مؤرخين رومانيين بيقولوا مؤرخين يونانيين بيقولوا في نفس التلمود ده وفي نفس الفصل ده بيكتبوا كلمات فيها اتهامات صعبة جدا على العذراء المطوابة مريم وبيتهموها بالذنة وبيتهموها بكلمات كتير جدا وبيتهمو يسوع أنه هو نازل ابن زينة وغيره الكتاب ده مكتوب في القرن الثاني الميلادي القره الشديد الواضح في العبارات اللي كتبت داخل التلمود ده بيدل لما نجي نقرأ ما بين السطور ونشوف القره الشديد لفصول مخصصة بتكتب عن مريم بتكتب عن يسوع بتكتب عن حياته بتكتب عن أنه كان مفسد للأمة بيكتب عن أنه أغوى إسرائيل وأغرقها في الهرتقة بيكتب فصول عنه صفحات طويلة في قسم السنهدرين عن مخصصين عن المسيح وعن أمه ده بيشرح إلينا إيه؟ أنا كقارئ لما نشوف الأمة اليهودية بتكتب في كتاب ديني عندها كتاب له مكانة عندها بيكتبوا العبارات دي ولمح الفكر اللي طالع بقراهية وطالع بعداوة ده يشرح ليه إيه؟ رقم واحد أن المسيح كان موجود فعليا رقم اثنين أنه صلب فعليا رقم ثلاثة أنه فعليا المناداء وحياته كانوا بتقول أنه مولود منعذراء لدرجة أن اليهود مش عايزين يشيلوا الأمر ده فيشيلوا إزاي؟ يتهموا العذراء بالزنا ويتهموا أن المسيح مش ابن شرعي لكن نازل من زنا وده حصل إمتى؟ في القرن الثاني الميلادي ليه حصل في القرن الثاني الميلادي؟ ليه حصل؟ لأنه الخبر تشاع ولأنه العالم كله بدأ يسمع عن المسيح وبدأ يسمع عن رسالة المسيح وبدأ يسمع عن شخصية المسيح من تلاميذ المسيح الأوائل والتلاميذ التبعين لهم رجل مسكونة فلأنه رجل مسكونة شعر شعروا اليهود بخطورة الأمر وأن كتير جدا آلاف من اليهود بيدخلوا الإيمان المسيح فبدأوا يحاولوا يشوهوا صورة المسيح الطريقة اللي شوهوا بيها صورة المسيح في التلمود تدل على أن كان فيها عداوة وقراهية شديدة جدا تجاه المسيح وأمه العذراء المطوبة مريم تجاه حياته تجاه أتباعه وده بيفصل لنا امتناع الكثير من الكتاب اليهود أن يكتبوا عن المسيح ليه؟ خايفين من موقف ورد فعل الأمة اليهودية خايفين من العداء اللي ممكن يقعوا فيه والأمة اليهودية تعديهم أو توصفهم بالخيانة أو الارتداد زي ما وصفوا يوسيفوس فيما بعد وده اللي هنشوفه ده عندنا أكتر من 12 دليل نقدمه على أنه أن التاريخ فعليا فعليا اتكلم عن تاريخية شخصية المسيح عن تاريخية وحقيقة حدث صلب المسيح عن تاريخية وحقيقة قيامة يسوع المسيح أو منادات التلاميذ بقيامة يسوع المسيح شخص يسوع المسيح ده فكرة موجودة وحدث حقيقي لهذا كتب عنه المؤرخون هندخل لشخصية بقى مثيرة للجدل أنا بعتذل للأخت ريم اللي كانت موجودة معنا وحابة تشارك معنا بعتذل لها أنه فقدنا الاتصال لو حابة أنها تتصل مرة تاني نحن برحب بالاتصال شخصية المسيرة للجدل هو يوسيفوس لمسيرة للجدل لأن البعض تكلم عن يوسيفوس البعض أنكر شهادة يوسيفوس عن يسوع والبعض اعتبر أنه اللي كتب يوسيفوس عن يسوع هو كلمات أضيفة في قرون متأخرة من المسحيين وضعوها على لسان يوسيفوس والبعض قال أن يوسيفوس الإمبراطور الروماني هو من يعني أمره أن يكتب بالطريقة دي وأنه هو الاختلق الشخصية دي وهو الاختلق أحداث العهد الجديد عشان كده أنا قلت أجلت التحدث عن يوسيفوس للجزء النهاردة أو الجزء من الحلقة النهاردة لأنه قد تعرف أنه فيه جدال كتير جدا وجدال كتير حوالين شخصية يوسيفوس الأول نعرف منه هو يوسيفوس يوسيفوس هو يوسف ابن متياز أو متياز ولد في أرشاليم سنة 37 ميلادية من عائلة أرستقراطية كهنوتية كبيرة أمه من ناس الحشمونيين اللي هم كانوا عائلة المكابيين في سنة 19 انضم يوسيفوس أو يوسيف إلى جماعة الفرسيين وبعد ذلك بسنين قليلة سافر لروما قعد فترة قليلة ورجع إلى منطقة اليهودية بعد ذلك انضم إلى تنظيم مناهض لحكم الروماني وعيونه قائد عسكري لمنطقة الجليل وفي نهاية التمرد سنة 67 ميلادية كان يوسيفوس محاصرا من الجيش الروماني في مدينة تدعى يودا فات دي مدينة في الجليل واستخبوا في مغارة هو مجموعة من اليهود اللي كانوا محاصرين من الجيش الروماني جوه المدينة الصغيرة دي وهم مستخبين بدأوا يتفقوا مع بعض انهم يعملوا كل واحد يقتل الثاني كل واحد يقتل الثاني وفضلوا الموت بالطريقة دي على انهم يقعوا أسرة في يد الجيش الروماني وفعلا نفذوا الخطة بتاعتهم بعد حصار دام السماء 47 يوم قتلوا بعض لم يتبقى إلا يوسيفوس وواحد تاني معاه بعد ما الأكثرية أو الكل أنهى على بعض وتبقى يوسيفوس وصديقه اللي معاه ندموا على انهم ماتوا منتحرين بالطريقة دي قرروا هما الاثنين يوسيفوس والشخص اللي فضل معاه انهم يستسلموا للرومان فعلا سلموا المدينة واستسلموا للرومان زي ما قلت بعد حصار دام 47 يوم أول ما استسلم يوسيفوس للرومان اتأثر طبعا اتوضع في السجن لكن من داخل السجن بدأ يتعامل يوسيفوس مع الرومان اللي أصبح يوسيفوس من اللحظة دي ومن الوقت ده أصبح في نظر اليهود بسبب فعلته دي خائن وأعتبروا اليهود خائن ومرتد لأنه اتعامل مع الرومان على حساب قوميته وعلى حساب جنسه بني جنسه في الفترة دي توطدت العلاقة جدا ما بين يوسيفوس والقائد الروماني في ذلك الوقت اسمه فيسبسيان فيسبسيان ده هو فيلافيوس فيسبسيان ده كان قائد روماني اللي أصبح فيما بعد امبراطور الامبراطورية الرومانية حصلت علاقة صداقة ما بين يوسيفوس وفيسبسيان أو فيلافيوس فيسبسيان اللي فيما بعد ابنه بقى هو تيتوس اللي جاء حاصر أرشاليم وقضى على حصار اليهود أو تمرد اليهود وهدم الهيكل في أرشاليم في سنة سبعين بعد الصداقة اللي حصلت ما بين يوسيفوس وفيسبسيان انتقل يوسيفوس إلى روما ومن اللحظة دي أصبح يوسيفوس ملاصق للقائد الروماني اللي أصبح فيه ما بعد هو الامبراطور على الامبراطورية الرومانية اللي هو فيسبسيان ويوسيفوس في الوقت ده أخذ اللقب العائلي بتاع فيسبسيان اللي هو الامبراطور الرومانية وأطلق عليه من اللحظة دي فيلافيوس يوسيفوس خدم يوسيفوس الرومان وأصبح كاتب ومترجم لدى الامبراطور فيسبسيان وابنه فيما بعد تيتوس وكذلك الامبراطور دومتيان كتب يوسيفوس عدد كتب منها كتاب اسمه الحرب اليهودية وكتاب آخر اسمه تراصي اليهود والكتب اللي كتبها من بين سنة تسعين لسنة خمسة وتسعين في أحد القتب اللي هو تراصي اليهود اللي هو ما بين سنة تسعين وخمسة وتسعين كتب الكتب تكلم يوسيفوس عن يوحان المعمداني تكلم عن يسوع مرتين تكلم عن يعقوب وقال عنه كده يعقوب أخا يسوع المسيح فيه بروفيسير اسمه فيلدمان بيقول ايه انه ملخص بحث الاثنين وخمسين عالم من العلماء اللي بحثوا على مخطوطات يوسيفوس أقر تسع وتلاتين عالم منهم بأصالة كلام يوسيفوس أما الباقي من العدد ده قالوا انه هو شبه أصيل شبه أصيل يعني قاله هو كلامه بس أضيف اليه بعض العبارات الصغيرة لكن تسع وتلاتين باحث وعالم بحثوا هل كلام يوسيفوس وهل المخطوطات المنؤولة لنا عن يوسيفوس كلام حقيقي تسع وتلاتين عالم أقروا بالصدق وأصالة كلام يوسيفوس في سنة 1972 نشرت مخطوطة عربية رجح لعلماء انها ترجمة دقيقة للنص الأصلي اللي كتب يوسيفوس كتب ايه بقى يوسيفوس بيقولي في ذلك الوقت كان هناك رجل حكيم ده كلام يوسيفوس يدعى يسوع واحد يقولي النهاردة ازاي يوسيفوس ما أمنش بيسوع ويهودي ويدعى وكتب وكتب عن يسوع عن رجل حكيم المشكلة كتب عن كثيرين انهما رجال حكيم كتب عن إليه كتب عن أشخاص كتير ويقول ان انا كاتب وعندي توجه فكرة معين لما اجا اتكلم عن شخص مش اتكلم عنه انه رجل حكيم ولا بخز حقه اولا يوسيفوس في وجهة وجهة نظر اليهود خاين يوسيفوس كان في الوقت ده فعليا هو المترجم الوحيد للامبراطور دومتيان فكان بيحاول انه يتواجد في النص لا يزعل الامبراطور دومتيان منه ما تكلمش بتوسع عن الحركة الجديدة اللي بتدعى المسيحية ولا يقوم اليهود اكتر عليه فما يتكلمش بتوسع عن يسوع اللي اليهود رفضينه ورفضين ان يسمعوا عنه اي حاجة وما اعتبرين ان الفكر بتاعه واجباعه الا مجرد هرتقى ومهرتقين ما فيش اي مانع يمنع ان يوسيفوس يكتب الكلام ده عن يسوع كتب عنه رجل حكيم يدعى يسوع وقال عنه انه كان بيقوم باعمال عظيمة وكلمة عظيمة اعتبرها البعض انه هي كلمة تهكم من يوسيفوس لان الكلمة ممكن تترجم بشكل تاني اعمال يعني جلبت الكثير من المشاكل ويقول يوسيفوس تبعه عدد غفير من اليهود والامم الاخرى غير انبي لاطس البنطي حكم عليه بالموت صلبة بناء على طلب قادة اليهود الذين اتهموه فحكم عليه بالموت صلبة ده مش كلامي ده كلام يوسيفوس اما الذين تبعوه واحبوه فلم يتخلوا عن حبهم له وادعوا انه قد ظهر لهم بعد ثلاث ايام من صلبه ده كلام يوسيفوس يعني كان في واقع حقيقية موجودة خبر مزاع وخبر منتشر لسنة 96 او سنة 90 الخبر ده بيقول ان يسوع الحدث الحقيقي ان يسوع اتصلب ده باقرار كل المؤرخين واليهود نفسهم والخبر المزاع والمنتشر في كل الارجاء الامبراطورية الرومانية وفي ارض اليهودية ان يسوع تلاميذ وبيقولوا ان يسوع قام من ثلاث بعد ثلاث ايام من صلبه وانه حي يوسيفوس بيقولي وقد يكون هو المسيح الذي عذا اليه الانبياء يعني لتنبأ عنه الانبياء باشياء عجيبة والى هذا اليوم الى يوم يوسيفوس سنة 96 لم تندثر هذه الطائفة المسمى على اسمه ده كلام من يا جماعة ده كلام يوسيفوس ده كلام يوسيفوس هقول بقى بعد شوية الناس المتشككين في الرواية دي بيقولوا ايه واقول الرد عليه من كذا طريق والرد المنطقي الى نتكلم عليه الشهادة دي من زقرة ذقرة يوسبيوس ده اسقف قيصرية وده كان في القرن الرابع الميلادي الناس بيقولوا بقى ان يوسبيوس ده كان يعني انا دخلت على معاقع كتير هقوله هقول الكلام اللي بمدلس وهو اللي حط الكلام ده وهو اللي اذع الكلام ده على لسان يوسيفوس هنقول الكلام ده وهرد عليه وفهندو كل الكلام اللي بيقولوا المتشككين حوالين كلام يوسيفوس وجدت مخطوطة كتبها الاسقف ابابيوس وده كان اسقف في القرن العاشر الميلادي باللغة العربية قال في مقدمتها وجدنا في قتب كثيرة من الفلاسفة اشارة الى يوم صلب المسيح ثم ابابيوس ده اورد اقتباس من كتابات يوسيفوس بعيد عن بعيد عن يوسبيوس اورد اشارات ومقتطفات واقتباسات من كتابات يوسيفوس بعيد عن يوسبيوس وجدت ايضا نسخة بالعربية ترجمة رجل دين قبطي مسيحي مصري اسمه اغابيوس ابن كستانتين الرومي المعروب باسم محجوب المنبجي وده كان في القرن الرابع الهجري والشخص ده عاصر زمن التبري وقال كده المنبجي ده في الكتابات بتاعته لذلك يوسيفوس العبراني فانه قال في ممرة ممرة ده لقب من القاب اليهود اللي كانوا بيطلقوه على المسيح المسيح المنتظر التي كتبها التي كتبها على شر اليهود بيقول يوسيفوس كتب على شر اليهود انه كان في هذا الزمان رجل حكيم يقال له يسوع وكانت له سيرة حسنة وعلم انه فاضل وانه له تلميذ كثير من الناس او يتلميذ له كثير من الناس من اليهود وسائر الشعوب وكان بيولاطس قضى عليه بالصلب والموت والذين تتلمذوا له ادعوا وذكروا انه ظهر لهم بعد سلاس ايام من صلبه وانه عاش فلعله هو المسيح الذي قالت عنه الانبياء الاعجيب ده كلام ال اغابيوس ابن قسطنطين الرومي المدعو محبوب المنبجي فهذا يقول يوسيفوس واصحابه في سيدنا المسيح له المجل شكك البعض في شهادة يوسيفوس في مقاله بخصوص المسيح وصلبه وادعوا ان اشخاص مؤمنين قد وضعوا هذه الكلمات على فم يوسيفوس السؤال هاي يوسيفوس هو من كتب هذا في كتاب تراصي اليهودي ام كتبه اناس مؤمنين ثم ادعوا على يوسيفوس ذال احنا عندنا رأيين رأي بيقول ان يوسيفوس هو اللقال الرأي التاني بيقول لا يوسيفوس ما تكلمش خالص لكن اللي كتب الكلام ده ده ناس مؤمنين مسحيين وضعوا الكلام ده على لسان يوسيف بيقول الدكتور القص حنى جيرجس الخضرين هذا السيد اذا فقد كان صمت يوسيفوس او شبه الصمت ما هو الا صمتا سياسيا دبلوماسيا لانه لم يرد ان يسيء الى علاقته بالسلطات الحاكمة الرومانية التي منحته امتياذات كثيرة ولا الى علاقته مع اليهود ابناء شعب الذين رأوا فيه انه مجرد ناكر للامة اليهودية بتعاونه السابق مع الامبراطور الروماني وفي الوقت نفسه لا يريد ان يعرض اتباع يسوع لبطش الرومان لهذه الاسباب يعتقد الكثيرون بان يوسيفوس فضل ان يزدل السطار يصمت يعني على شخصية يسوع يكتفي بهذا الحج من السطور القليلة اللي كتب على يسوع الاديب الكبير عباس العقاد بيرد على المشاككين في شهادة يوسيفوس وادعاهم بانها دست باياد المسيحين فيقول ذكر هورن ده مؤرخ ان هذه العبارة موجودة في جميع النسخ المخطوط والمطبوعة التي حفظتها مكتبة الفاتيكان في الترجمة العبرية وان العبارة نفسها ده كلام عباس العقاد في عبقرية المسيح وان العبارة نفسها موجودة في النسخ العربية التي تحفظها الطائفة المارونية بلبنان وان كتاب القرن الرابع والقرن الخامس من السوريان والاغريك والمصريين قد اطلعوا عليها واستشهدوا بها وان يوسيف قد اشار في موضوع اخر الى جيمس يعقوب اسكف ارشاليم اسكف ارشاليم حيث قال ان حنانيا عقد السنهدرين اليهودي واحضر امامه جيمس او يعقوب اخ عيسى ده كلام عباس العاد بين قصين يسوع المسمى المسيح وبيقول انه يوسابيوس او يوسابيوس هو اول ما استشهد بالعبارة دي المتقدمة لنا نقول هل ده اختلاق منه ولكن كان هناك الكثير من المطلعين ده كلام عباس العاد على كتاب يوسيف وهو كتاب له مكانة موقرة بين الرومان من قديم الزمان وبفضل هذه المكانة كسب يوسيف شرف الوطنية بين قصين الجنسية الرومانية بل كان من الراجح جدا ان يتصدى اليهود لمن يدرس تلك العبارة عبارة اليسوع اللي جاي في كتابات يوسيف في تاريخهم الأشهر فيفضحوه تفنيدا له وتفنيدا للديانة التي يدعيها ده كلام مين يا جماعة ده كلام عباس العقاد وبقول ايه انه لا يستلزم ان يكون المؤرخ اليهودي مؤمن بالمسيحية او برسالة المسيح لكي يكتب ويسمي المسيح هو كتب المسيح رواية عن أدباعه الذين كانوا يدعونه المسيح مسيحا ويعرفونه بشهرته الغالبة بيرد على الناس بيقول ازاي يوسيفوس يكتب عن يسوع انه المسيح وما امنش فبقول مش شرط لانه استخدامه لهذه العبارة هو استخدام على لسان أدباعه اللي كان بيدعوه انه يسوع المسيح بيقول الاستاذ العباس العقاد الغريب ان المشاككين لم يكلفوا انفسهم في اجياد تفسير مقبول لوجود هذا الكم من المسيحيين وبهذه القصرة بعد الكثرة بعد جيل واحد من عصر الميلاد الاستاذ عباس العقاد بيقول الناس اللي بتشكك ما اكتهدوش ان يوجدوا لنا تفسير عن هذا الكم من المؤمنين المسيحيين بهذه القصرة بعد جيل واحد من عصر المؤمنين من عصر الميلاد فان التفسيرات التي افترضها المتشككين تتسع لشكوك كثيرة كلها اغرب من القول بشخصية المسيح التاريخية ولا يكفي ان يقال ان اخبار المعجزات والشعائر قديمة لتفسير الدعوة المسيحية بغير داع وبغير محور معلوم تدور عليه ويضيف الاستاذ على الاعقاد ويقول وان كل من يفهم من سكوت المؤرخين المعاصرين على سبيل الجذب ان المؤرخين لم يدركوا خطرها ولم يميزوها من الحركات المتفرقة التي كانت تختلق بها طوائف اليهود على صفة عام ويعزز هذا ان الطائفة الجديدة لم تذكر باسم خاص في الاناجيل جميعا وقال وجملة ما يؤخذ من هذه الكلمة انها كانت نسبة اصدراء وتعبير على السنة اعداء المسيحية وليس من الصعب ان يضيع الكلام عن طائفة لا عنوان لا سيد عباس العاد بيقول منخص الكلام بيقول بيقول ان السكوت كتير من المؤرخين اليهود عن الكلام عن يسوع ده لحاجتين حاجة الاولى الخوف من بطش اليهود حاجة تانية ان الطائفة دي ما كانش لها اسم في الاناجيل ما كانش لها اسم في الاناجيل اول من اطلقوا عليها اسم مسحين على اتباع المسيح في انطقيا لكن الاناجيل ما وضعتش عنوان لاتباع المسيح ما كانش لها اسم وبيقول الاستاذ العقاد انه الطائفة دي كانت كل من ينسب اليها بيعتبر يعني في اصدراء وكان السنة اعداء المسيحين يصدروا الطائفة دي فمن الصعب ان واحد يكتب على طائفة اليهود بيصدروها وبيقوموها حاجة التانية ان ملاقاش عنوان حاجة التالتة ان التاريخ النفس او الروماني بيحاول ان هو ما يظهراش وبيحاول ان هو يتحسس الخطر اللي ممكن يطلع من الطائفة دي مع ان ده الكلام الاستاذ العقاد ان المؤرخين الرومانيين القبار ذكروا احداث مرتبطة بالمسيحين وذكروا اشاراتهم الواضحة جدا عن الطائفة المغضوب عليها في مراجع الدين والدولة فالهيكل ينكرها والحكومة الرومانية تترفع عنها ولم يحدث ده كلام الاستاذ العقاد قبل ذلك لطائفة جمعت بين غضب السلطتين اليهودية والرومانية هي كانت غير عن رغم انها كانت غير معروفة بعنوان تدور عليه الاخبار ده كلام مني يا جماعة ده كلام الاستاذ عباس العقاد هنتوقف دلوقتي وناخد بعض الاتصالات ونرجع نفند الكلام او خلاصة القول حوالين كتابات يوسيفوس وكتابات المؤرخين التلفون الاول معنا اختنا ريم من مص اهلا بيك اخت ريم سلام المسيح سلام المسيح اتفضلي انت عليها ربنا يبركت يا رب يبركت اخويا امره يبركت منتك يا رب اشكري انا كنت عاوز اقول الاية اللي بتقول وقبلهم ان قتلنا المسيح يساب المريم وما قتلوها ما طلبوك ولكن شوفها له الاية دي بتدي مجال للمناقشة في 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 مواضيع كتير اول شيء منها القول هنا عائد على اليهود مم وطبعا معروف تاريخيا جدا اولي يهود ما بيسيبوش كان الصند كان بيعملها الرومان في للنصوص مم دي اول غلطة في القرآن بالشبهة اللي دايما بيقول ان النسيح ما تصلبش تاني شيء وما قتلوه وما طلبوه هل القبض يأتي اولا وما يتبع الصلب وما الصلب ثم القتل الصلب المفروض ثم القتل تمام يا رمب التمام دا تاني شيء تاني شيء اه يعني اه شئتم انقلتم انه في الحي نوع اترافع او اه ما تصلبش او اترافع حي او مات وقام طواحي ومزيع الانبياء مات يعني دي الميزة اللي خدها المسيح ومخدهاش خاتم الانبياء خاتم الانبياء واحد ميزة انه هايبعث من جديد مثله متفائر الناس ولكن الميزة واحد ميزة انه سيبعث لوحده للديونة دا صحيح يعني يعني ملخص كلام حضرتك رقم واحد انه في خطأ في النص القرآني رقم اتنين لان الترتيب المفروض يبقى ترتيب سليم يذكر الصلب قبل القتل رقم اتنين انه المسلم بيتطفق معنا في جزئية ان المسيح حي شئ ام ابيت ان المسيح حي وهذا الامتياز لم يتمتع به محمد محمد ميت المسيح حي انت تؤمن المسيح رفع وهو حي ايمانك نحن نؤمن المسيح صلب وقام والان هو حي بنشترك في جزئية ان المسيح حي السؤال اللازم بتطرح عليك الاخت ريم وبطرح عليك انك تفكر ليه المسيح وحده هو الحي وهو لا يجي تاني فقر في السؤال دا شكرا جدا جدا لك يا اخت ريم معنا اختنا مريم واخونا يوسف سلام مسيح سلام مسيح اخو اندرو الرب يبارك اهلا بيك اتفضل كل سنة وحضرتك طيب وقفر الحمد الكارم وربنا يباركو يا رب ربنا يباركو يعني انا امتبع حضرتك وصيف المجهود اللي حضرتك اعمله بس يا رب اخواتنا المسلمين ما ينسقوه سورة اللي بيسمعون السيوخ ويبحثوا ويدوروا بنفسهم ويشوفوا الحقيقة فين بدل ما هم بيرددوا كلام كده بدون بدون ثاني اه دلوقتي انتو بتتشدقوا دايما باتهام اليهود انه هما قتلت الانبياء طيب طيب هل هل انتو عندكو ادلة انهم قتلوا الانبياء قتلوا حد من الانبياء القرآن كله من اول واخر ما فيهوش كده والمرة الوحيدة اللي هما اتهموا انهم قتلوا النسيح اللي هو في نظر المسلمين نبي انتو نفيتوا عنهم التهم هيبقى حاجة من الاتنين يعني اعترفوا بقتل المسيح وطلبوا وعسان يبقى اتهامهم بادلة يأما يعني تدوهم تعويض ورد شرف وتسحبوا الاتهام الباطل بها لانه ملوش اساس انا عايز اقولك على حاجة دي نقطة مهمة جدا ربنا يبركك انت اضفت اليها القرآن لم يقدم دليل واحد على ان اليهود قتلت الانبياء بالضبط ويوم ما يكون فيه دليل ويوم ما يكون فيه دليل يوم ما يكون فيه دليل نفع عنهم التهمة اتفضلي انت اتهامتهم تهمة تهمة باطلة هذا في القانون العادي لو انا اتهامت شخص تهمة باطلة وفشلت في ان انا اثبتها عليه من حق يرجع عليها بتعويض ورد شرف ممكن يسجني انتو اتهامتوا اليهود على مدى 1400 سنة وما قدمتوش دليل على كده بتقولوا الاتهام وبتنفو عنهم فمش عارفة اي منطق ده ده تقال تقال التاني حضرتك قدمت اكتر من عشر مؤرخين ومؤرخين يعني تقال اتكلموا عن المسيح ومنهم كان معاصرين ليه او في الفترة اللي هي يعني ما بعد صارب المسيح وقامتوا على طول يعني كانوا معاصرين للتلاميذ والكنيسة الاولى والمؤرخين دول ما هماش مسيحين منهم الوسانيين ومنهم اليهود يعني ما همش مصلحة ان هم يتكلموا عن المسيح اللي هو كان بالنسبة لهم احسن مدعي طب هالقصاد كده فيه مؤرخ واحد ذكر محمد حتى صصط في كتبه يقوم كان معاصر لرسول الاسلام او للفترة الاولى اللي ظهر فيها الاسلام اتمنى اتمنى يكون ظهر والسؤال دا موجه للمؤرخين واساسة التاريخ سجيني يا يوتي مريم بنطرح الاسئلة وبيعملوا نفسهم مش واغدين بالهم ولا بيقرب اصل السؤال دا مش موجه لعمة المسلمين دا موجه للمختصين يعني المؤرخين المسلمين اساسة التاريخ في اقصر الو لا اسلامية يا ريت واحد فيهم اتفضلي اتفضلي معك اتفضلي يا ريت حد فيهم بس يفدنا بكتاب لان انا واحدة من النقر بحب التاريخ جدا انا متشوقة ان انا اقرأ لأي مؤرخ جاب سيرة محمد اذكره في اي حاجة في حياته في موته في تعليمه حتى في تأسيسه للإسلام في غزواته في اي حاجة اتمنى انا متشوقة لو حد يفدني ويديني اسم الكتاب دا انا مستعدة ان انا ابحث عنه واجيبه وانا سديني مستعدة ومعاك اتفضلي بس يدوننا دليل ربنا باركك يا أستاذنا السؤال التالت بالوقت المسلمين بيتشدقوا ان القرآن التورا والإنجيل محرفين عسان خاطر ينفو موضوع الصلب وينفو اي صلة لهم بالقديم وفرحانين اوي بان هما يقولوا كبير على فكرة دا يطعم الاله الاله اللي هما بيعبدوه او اذا هما بيعتبروا ان هما الله بيعتبروه يعني دا بيتخبر لأنه فصل مرتين ونجح مرة واحدة بمعنى ان هو نسبة نجاحه تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر فهل أنا أتبع او أعبد اله راسب في لغة الدراسة دا راسب لأن نسبة النجاح مش ممكن تكون اقل من خمسين في المترة تسعة واربين ونص دا بيبقى راسب وبينجحوه بيبقى نجح بزقة فالالله اللي انتو المفروض ان انتو بتعبدوه لأ محكو لانه فصل المرتين ونجح مرة واحدة دا صحي يبقى هو نجح بنسبة نجح بنسبة تلاتة وتلاتين في المية بس تلاتة وتلاتين ونسبة الفصل بتاعته ستة وستين في المية يعني دا بلغة الدراسة محتاج يعيد السنة عسان يتعلم كويس فا يعني وانا بس حبيت اقول الحاجة لحضرتك معلومة للحاجة اللي هستك قلتها في مقادمة الحلقة على ازلاق الكنيس يوم الجمعة العظيمة كان عندنا في مصر الاسبوع اللي فات اتحرقت اه خيام كانت معمولة في مطرنية مطاي اتحرقت فاكأة كده كالمفروض المسيحيين هينصلوا فيها في المينيا يوم الجمعة العظيم النهاردة سمعين خبر ارهينوا في كذا موقع اخباري في مصر ان وزير الاواف هيزور المينيا بكرة عثان يستتح مسجد كبير في محافظة المين وبيبشر الاخوة المسلمين ان فيتو 200 مسجد على مستوى الجمهورية كلها هيتم فتحهم خلال صهر رمضان المبارك يعني الغير مبارك طيب يعني قصاد كده يعني قصاد كده سموا الكنائة المفتوحة مش بنقول لكم ابنه جديد ليه المسلم دايما خايف انه يبقى فيه كناية او يبقى فيه عبادة لديانة تانية هلا انا مش واثق من دينه هلا انا عارف اللي هو عاجز ما بيقدرش يحمل اسلام يعني السئلة دي نفسه حد من المسلمين يدور منتظرين الاجابة كده ومش لعين اجابات منتظرين الاجابة واضح منتظرين مش عايزين نفضل كده منتظرين للأبد بعد قبل ما حضرتك يوسف عاوز هتفضل اخوانا السلام المسيح الرب يباركك اخي يوسف تفضل سلام المسيح ربنا بارك حياتك يا رب انا هتوى على النسبة بالنسبة ان انا راجل كنت مكرم شاب انا هجابه النصراني اجدت لك محمد فين محمد الزفن في كتر السيرة طبعا كتاب المناظيرة كيف تتبق رأس المقتول كيف تأكل لحم الأسير يعني خلدي بن الوليد لما هاتل ملكة بن الوليد طبعا تطبع على سمة الرصول الازهر الموجود في الازهر لحم الأسير ولحم المرتد برضه دي موجود يعني دي أكيد كلها مراجع اسلامي فاحنا نطول على حداتك أخو أندل ربنا يبارك حياتك ربنا يبارك الحبيب شكرا ربنا يبارك بعتذر جدا للأستاذ لطيف شاكر ما قدرناش ناخد اتصاله لو أمكن يتصل بنا الأستاذ لطيف مفكر وباحث وكاتب ولول عديد من المقالات والكتب وبعتذر للأخ سعيد أيضا فقدنا الاتصال معه ملخص القول هذا الكم من الكتاب والكتب اللي ذكرت شخصية المسيح وتكلمت عن أتباع وإيمانهم به وتبعيتهم له وإيمانهم بصلبه وقيامته تفوق عدد الكتب اللي ذكرت الإمبراطور على سبيل المثال تيباريوس ومع ذلك لم يعترض أحد على شخصية تيباريوس ولم يقل أحد إن أحبائه من اخترعوا شخصيته ومجدوا أفعالهم رقم اتنين رقم اختلاف هؤلاء القتاب واختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وتوجههم ومعتقداتهم فمنهم اليهودي زي يوسيفوس ومنهم اليوناني الساخر زي لوسيان ومنهم اليوناني ومنهم الحكيم الناصح لابنه زي مارا ابن سربيون ومنهم المؤرخ زي سيوتينوس ومنهم المحامي بالليني ومنهم القاضي وعضو البرلمان الروماني تاسيتوس أعظم مؤرخي روما ومنهم من كان ولائه للامبراطورية الرومانية وللامبراطور ومنهم من كان ولائه للآلهة بتاعتهم آلات اليونان أو أي آلهة يتعبدون إلا أنهم جميعا وبرغم البعد الجغرافي والذمني والاختلاف الديني والسياسي اتفقوا على عدة حاجات رقم واحد تاريخية شخصية يسوع اتنين كان رجلا حكيما طيبا تلاتة له أعمال كثيرة أربعة كان له أتباع خمسة صلب في ععد بيلاطس بشكاية من السلطة للدينية اليهودية ستة تلاميذهم ما زالوا يحبونه ويضحون بحياتهم من أجليه سبعة ينادون بقيامته من الأمواك طيب أنا يعني تلمونا بمنطق يا جماعة تلمونا بمنطق اللي يخلي مجموعة من المؤرخين واحد من اليونان واحد من سوريا سربيون سورياني واحد من مصر ليونسيوس واحد مجموعة من المرخين الرومان واحد يهودي يوسيفوس التلمودي اليهودي اللي يخلي هذا الكم وهذا الجمع هذا الكم من القتب والكتاب وهذا الجمع المختلفين في ثقافاتهم في دياناتهم في توجههم توجههم السياسي والديني يتفقوا ويكتبوا على شخصية واحدة سؤال هل متواطئين مع بعض تبليه لمصلحة ايه ايه المكاسب اللي جانوها اللي يجعل يوسيفوس يتواطئ مع تاسيتوس مع ديوسينوس مع سالوس مع لوسيان مع كؤمر سربيون مع كل الناس دي كلها ايه اللي يجعل الناس دي كلها تتواطئ مع بعض ليه خايفين من ايه او بيتواطئوا ليه ايه المكاسب اللي حققوها عشان يجعل هذا الكم من الكتاب وهذا الكم من الكتب يتجمعوا حوالين شخصية واحدة ليه لو هما مصح ليه هل كل ده بيجذب هل كل ده اشترك في اجزوبة هل كل ده تأثر باجزوبة اختراعها بوليس وبوترس طب مين بوليس وبوترس بالنسبة لتاسيتوس اكبر مؤرخ روما مين هو بوليس وبوترس ولا حاجة مين بوليس وبوترس جنب يوسيفوس ولا حاجة مين بوليس وبوترس جنب لوسيان الناقض الساخر اليوناني ولا حاجة مين هو بوليس وبوترس جنب ايا كان من اللي ذكرنا اسمعهم ولا حاجة اللي اجعلهم ينشغلوا ان يكتبوا عن يسوع المسيح واحد يقول لي طب ما كتبوش بقى التفاصيل ليه مش مهم مش مهم بالنسبة لهم بقى التفاصيل مش مشغولين لكن انشغلوا ان يكتبوا حدث موجود وانشغلوا ان يكتبوا حدث مقترن بأحداث تانية حدثت في العالم زي حريك روما التجمع ده التوليفة دي اللي اتشكلت من المؤرخين كتير وكتبوا بالطريقة دي ده يدل على شيء واحد ان القصة حقية كيف اتفق كل هؤلاء على هذه الامور فهل جميعهم كانوا متأثرين بخدعة بوليس وبوترس ام انهم كانوا متواطئين لصناعة خدعة يخدعوا بها العالم طيب انا اصدقهم ليه بقى اصدق يوسيفوس في الحاجات يعني انا باستغرب المتشاكل يصدق يوسيفوس لما يتكلم عن ايمان الاسينيين لما يتكلم عن هليل لما يتكلم عن مدرسة شمعي لما يتكلم عن عادات اليهود لكن عندي دي ويقولك لا يوسيفوس ما يكتبش ليه اللي همنا ليه صدقت وهنا ويقولك عشان مش اامن طيب هي المشكلة يا ما ناس مش مؤمنين بيكتبوا عن حاجات موجودة في التاريخ وفي العالم المشكلة ليه ما صدقش تاسيتوس ليه ما صدقوش ليه ما صدقش بالليني ليه ما صدقوش تكلمونا بمنطق طيب معانا تليفون سعيد تفضل اخ سعيد خرج اخ سعيد طيب الدليل الثاني الدليل المنطقي هقوله بسرعة في الدقائق المتبقية وبعد كده بقي ردودي على مقال الدكتور جعفر انا نزل في حلقات صغيرة على الفيسبوك رقم واحد القبر الفارغ لا اقصد بعبارة القبر الفارغ الحالة اللي عليها الان قبر المسيح او اي ظواهر تظهر الان الناس بتقولها لكن اقصد بعبارة القبر الفارغ ان اليهود لم يستطيعوا ان يقدموا للتلاميذ اي قبر يسكتوا به اصوات التلاميذ المنادين بقيامة المسيح فلو كان يملكون اي دليل يثبت عدم قيامة يسوع المسيح من الانواد سواء قبر او جسد لكانوا قد قدموه واستطاعوا ان يخرسوا به السنة التلاميذ ويفندوا كل ادعاءاتهم وينقذوا موقفهم من الاتهامات الموجهة اليهم من التلاميذ لما وقب بطرس واشار عليهم وقال لهم انتم اسلمتم يسوع وانتم قدمتوه وصلبتوه بأياد آثمة لو عندك دليل قدمه المتهم بريء الى ان تثبت ادانته واحد بيدنهم بيقول لهم انتم صلبتوه واسلمتموه وعملته ده بأياد آثمة قدموا الدليل قدموا القبر قدموا الجسد لو يا بطرس انت كذاب الدليل هو الجسد هو والقبر هو سقوط اليهود صمتهم امام ادعاء بطرس يضعف موقفهم ويقوي موقف بطرس ويؤكد ان اليهود لم يكن لديهم اي دليل يستطيعوا ان يقدموه عشان يخرسوا السنة التلاميذ رقم اتنين شهود العيان يعني شهود العيان كتير من العصر القصة وتعيشوا مع الحدث وتعاملوا مع المسيح وشاهدوا المسيح وشاهدوا منادات التلاميذ وكانوا شهود على المحاكمة فلو كان هناك شهود آخرين عن ان المسيح لم يقم من الاموات فكانوا قد ادلوا بشهادتهم مثل ما تم في محاكمة يسوع وابطلوا حجة التلاميذ لما挺 حاكمة الشهود ويقفوا حتى لو شهود زون ويقفوا وقفوا 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 وتضاربت اقواله بس ويقفوا وقفوا وقفوا لو كان بطرس هو بينادي بقيامة يسوع المسيح مناداته ليست حق لو يقف شهود كتير وقلوه اخرس كلامة غلط الدليل على أن كلامة غلط أهو ولا سيما أن بطرس بينادي في وسط جيل معاصر للأحداث بعد خمسين يوم من الحدث الفكرة الثالثة أول إزاءة علانية للخبر كان في وسط أرشاليم يعني بطرس مرحش مكة ونادى بقيامة المسيح ولا بطرس راح أثينا ونادى بقيامة المسيح بطرس وقف وسط أرشاليم بعد خمسين يوم من العيد ونادى بصلب وقيامة المسيح قدام مين؟ السلطة الدينية اليهودية السلطة الرومانية الأقارب الأهل الأصدقاء المتابعين للأخبار وأعمال المسيح والفئات المختلفة من الأمة اليهودية فلماذا لم يقف أحد من هؤلاء لكي يكذبهم أو يكذبهم ويقدم دليل كذب الدعاء بطرس إيه اللي حصل؟ العكس إيه اللي حصل؟ لكن وجدنا العكس بكلمات قليلة قال أبو طرس تلات تلاف واحد يأمل بالمسيح رقم أربعة من المعلوم أن تلميذ المسيح كانوا مختلفين في الطباع والثقافة والسن منهم الشكاك زي تومة منهم الحماسي زي بطرس جاب الضرائب زي متى كبير السن زي بطرس الشاب الصغية زي يوحنى إزاي اتفقوا على الحدث ده اللي لم يكن قد حدث بالفعل أيضا من المعلوم أن التلميذ كانوا متدينين متمسكين بهويتهم الدينية ارتباطهم بالأباء والشريعة ليسوا مجموعة من الوسنيين أو عابد الأصنام والتمثيل فتركوا دين وسني وراحوا يعبدوا عبادة الله الواحد لا كانوا يعبدوا الله الواحد مؤمنين بشريعته مؤمنين بالعهد الأديم لهم علاقة مع الله ملتزمين بكل الشريعة اليهودية فإعلانهم لحدث مثل هذا وأعلان تبعيتهم للمسيح قائم على معرفة لديهم بالعهد الأديم والنبوات التي ذكرتها قتب العهد الأديم فهل من المعقول أن يترك هؤلاء عبادتهم لله وشريعته وهم حريصون على العيش بها واتباع اجذوبة تجعلهم في مواجهة مع السلطة الدينية وهم يعلمون مسبقة أن أمر مثل هذا سوف يقودهم إلى عقوبة التجديف وهي الرجل والصل يجدين عقلك الحقيقة عندي نوعة كتير جدا أنا أتكلم بلغة منطقية بعيدة عن القتب بتكلم بلغة منطقية الوقت مش هيسعفني عشان هنقدم باقي النقطة عندي أكتر من 14 نقطة منطقية تجعلنا نصد ونؤمن ونصدق أن حادثة صلب المسيح وقيامته حادثة حقية جدا هنتابع وهتابع معاكو بصفة خاصة عن ماذا يعني بوليس عندما ذكر ظهر الـ 12 من أين أتى بوليس أن المسيح ظهر ليعقوب هل فعلا المسيح قام حسب الكتب هل فعلا بوليس كان أول من كتب كل ده بنعمة الرب هعمله حلقات صغيرة وهرد فيها على كل إدعاة من ينكر قيامة يسوع المسيح أحبا أنا أشكرك جدا على متابعيكم بنعمة الرب حلقة جديدة اللي في الزموعة الماضي واختبار عائلة من الدروز كيف أمانوا بالرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم الرب يبرككم وبعتزل السلطيف وبعتزل للأخ سعيد والكل شخص ما قدرتش أخذ اتصاله على وعد نلتقي الزموعة القادم حلقة جديدة من البرنامج أنا مش كافر الرب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرف أبداً ولا عقله سافر سافر فيه لا واحد إيماني واحد وملوه شي تهاني حبني ومت على شهر مش ممكن يموت ويمكن في أمور بتحير نحتاجة لتفسير أنا حشرح لك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر أنا مش كافر